اشتركوا في القناة خاصة في ظل الأعباء المادية التي تواجه المواطن في هذا الوضع الاستثنائي المرتبط بفيروس كورونا وأكد المجلس دعمه لكافة الجهود والإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لتجاوز الظروف الاستثنائية ومكافحة الفيروس جاء ذلك في بيان جلسة مجلس الشورى التي عقدت برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح والتي بدأت عمالها بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية والذي يهدف إلى تفعيل اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية المعتمدة في واشنطن في الثالث من مارس من عام 1973 وملاحقها وبما يتوافق مع الالتزامات الدولية في هذا الشأن تم تفعيل كافة الجهود لتنظيم العودة تم أيضا دعم الخدمات الطبية وأيضا الأهم من ذلك هو المشاركة المواطنين والمقيمين في بعض الدعم الذي يعينهم على تجاوز هذه الفترة خاصة فيما يتعلق في الأعمال في القطاعات التجارية الاقتصادية دعم الرواتب توفير أيضا الدعم بالنسبة للكبار السن للحوامل للنساء جاءت كلها مراعية حقيقة للظروف الاجتماعية والأسرية جاءت ردود الفعل حتى من الخارج بالنسبة للمعنيين والمختصين بالإشادة بما اتبعت البحرين من إجراءات وآليات بهذا الشأن عكست فعلا مدى تطور البحرين وجاهزيتها لمثل هذه الأزامات والتعامل معها هذا القانون مهم لنا ومهم للعالم ككل للحفاظ على الحياة الفطرية والحفاظ على البيئة منها التدمير والحفاظ على التوازن البيئي والخصصا احنا نحتاج إليه في مملكة البحرين الحفاظ على التوازن البيئي هذا القانون هو تفعيل لتوقيع البحرين ومصادقتها على اتفاقية دولية تتعلق بهذا الأمر وأنا أعتقد أن هذه الاتفاقية هي مهمة لأن التجارة في هذه الأنواع المهددة هي أصلا بالانقراض سواء كانت بانقراض ناتج عن سوء الاستخدام أو الجشع الذي يقوم به الكثير من التجار في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر